اشتحت صور وفيديوهات الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت هذه الكارثة التي أودت بحياة الكثيرين شغل النشطاء الشاغل توثق الصور والمقاطع المنتشرة معاناة الناجين والعالقين تحت الأنقاض أمواتا وأحياء إلى أن هناك فيديوهات معينة لفتت الأنظار وبقت عالقة في أذهان النشطاء دعونا نتابع أثار فيديو الطفل السوري وهو على سرير أحد المستشفيات تعاطفا كبيرا بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي أماني قالت عن هذا المقطع ما يليه الواحد يتقطع قلبه تصغر في عينه أمور كثيرة وقد إيه همو ممتعني شي في مواقف زي كذا الله يرحم ضعفهم ويلطف بحالهم والحمد لله حمدا يرضيه عنا فيما نحن عليه من نعم وأن لا يغير حالنا إلا لأحسنه فيديو آخر لشاب وثق بنفسه لحظات صعبة جدا عاشها من تحت الأنقاض وصف الشاب السوري مشاعره في تلك اللحظات التي انتشرت فيها رائحة الموت حوله في كل مكان قائلا ما بعرف إذا راح أموت أو أظل عايش تعالوا نتابع هذا المقطع ما بعرف أنا أصف لكم الشعور إلا واحدة يعيشوا عاشت الشعور يعني أكون تحت الأنقاض ما تشايفين حاليا هاي تحت الأنقاض والناس يعني أكتر من من ممكن عيالتين ثلاثة أربع عيال من نحن وعيالتين زمانين والديران تبعاتنا الله يعيني هزا أرضية أعرفيها ما بعرف شوطة أفصال فيكم ها رجعت رجعت روز من جهتها علقت على هذا الفيديو قائلا الله يكون بعونه وعون الناس اللي معاه يلاقيها من البرد ولا المكان اللي هو فيه الله يلطف فيهم وينجيهم جملة أخرى تصدرت التريند منذ ساعات مصحوبة بفيديو الجملة هي بابا هون فقد نشر الدفاع المدني السوري مقطع فيديو مصور للحظة انتشال طفلة من تحت ركام منزلها شمال مدينة حلب بعد أن قضت يوما كاملا تحت الأنقاض وظهر في المقطع المصور رجل إنقاذ من الدفاع المدني يحفر بيديه بين التراب والركام فوق أحد أنقاض المنازل لإنقاذ الطفلة رجل الإنقاذ وخلال انغماسه في مهمته هتف قائلا بابا هون لتكون ردة الفعل أو ردة فعل الطفلة صادمة تعونا نتابع في تعليق مؤثر كتب الصحفي فالح الشمر ما يلي كانت هذه الطفلة شبه فاقد للوعي قالوا لها بابا هون استعادت الوعي ويبقى الأب هو مصدر الطاقة يا رب لطفك ورحمتك بعبادك تتكرر هذه المآسي التي تابعنا البعض منها منذ أن وقع الزنزال المدمر والذي قدرت قوته بـ 7.8 درجة في قياس الإختار وتتواصل حتى ساعة عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين بين أنقاض آلاف المباني التي انهارت كما واصلت الحصيلة الإجمالية المؤكدة لعدد القتلى في البلدين إلى أكثر من تسعة آلاف قتيل حتى اللحظة والحصيلة قابلة للارتفاع وأنتم مشاهدين كيف تابعتم هذه المأساة